ولا رمزي نعم يا دول التمثال بتاع ازيس فين يا لها ازيس 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 انا سمحت الاسم ده فيل يعني كانت معك في المدرسة ازيس اخلص بيعتو ولا هيرب منك من البزار ما يا دول انا اشعرف لانا راحت فين ازيس يا دولة وبعدين يعني انا انت بتسأل ننا اماليا انا اسأل مين كيلو بطرة معلش يا دولة ما تقلقش يا اما العموم يعني التمثال بيلف يلف 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 ويرجع لصاحبه تاني هي اشتيمة وايه كمية اللف دي كلها اسكت اسكت يا اهبل اسكت دورلي على زيس يل اخلى صباخاتو بيزاتو اسباكياتو على اخلى نساتو دي بزاراتو ولا انا مصيفاتو بزاراتو لا حضرتك دي صيدلياتو اصلاتو انت دمو خفيفاتو انت ببيع ايه في صيدلياتو يا صيدلياتو بص يا سيدا احنا بنبيع آسيدي عندنا ان هو اله مرس عند قدماء المصريين ده عشان لو عندك صداع حال Lah وده بيتاخذ قبل الاكل ولا بعد الاكل يا دولا لسه انت نفسي غبواته رمزي غبواته؟ لا عرفك يا رمزي عرف انك غابت ها يا دولا وبيقول لي يا رمزي وبتاع انا مجنن يا دولا هو عرفني او انا اتشهرت يا دولا يا لامزي يا لأ بتبش حرفني؟ انا جعفر وهي الهلال اه يا جعفر يا بولامح يا مين؟ اللوات جعفر يا بولامح يا جعفر حبيب لا 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 مش جعفر لاها مش جعفر يا بولامح يا جعفر ابولامح على بتاعيhooting اللي هو صاحب ده وام كان جزماتي عام وكان باستحمى بالصدفة وا節目 نفسك عابط المناولك يا ياد يا قليل الادب يا حمار يا بغل الفرنبة بغل الفرنبة يا بوا يا جعفر يا جعفر حبيب واه ما التي نضافت فكده يا لأ واه ما التي عمل فيك كده اصدك ايه؟ اصده يعني ايه اللي احسبتك كده يعني انت استحمى مجبر ما كان 1980 اصدك ولا مسا هدلي مطارك وما كانش معك شمسية لا يا عبال عندكو سفيت ايطاليا ايطاليا؟ وهي ايطاليا تغير البنات مين كده ولا ايه يعني؟ خمساتو كده؟ لمعارضة ايطاليا يعني اليورو يعني بعشرة جنيه الله 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 يو يو دي ايه عملة جديدة هناك في ايطاليا ولا ايه؟ انت قلت فالايه؟ اليورو دي اليورو يو غير اليورو يعني؟ هو هو يا طولة هو قلتك في الواو افهم بقى؟ اه عشكا بيقولي يورو يا حبيبي يا جعفر حبيبي قلو يا عم قلو ده بيقبضني بالجنيه ومش عاجب ايه 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 اخبار ايطاليا بقى؟ لا زي الفل عايف هناك في ايطاليا امسك بس في اي شغلانة تقبض منها فلوس اكتر من هنا بكتير يا سلام طيب ايه يعني مثلا ممكن الواحد يعمل بايه في الشهر؟ يعني مش حسد لكن ممكن تقول حقد يعني خمسة وخميسة في عينكم لها يكونها الدود أعوذوا بالله انا لو اخذ كده بقفل في الشهر هقول لي يجي الفين يورو الفين يورو؟ اه يا جعفر بي ايه ده الجمال ده اوعدني يا رب اوعدني يا رب اروح ايطاليا بقى واخلص من هم البزار وشغل البزار هتيجي تاخدني اقلمين يا رب المهم يعني يا استاذ جعفر انت سفيفت ايطاليا ازاي امان الله يكريموا بقى الحاجسين سالم يعني هو اللي صفيني ايطاليا اي نعم خدت حوشت العمر بس ولا يهمة جبت قدومي عشرين مرة عشرين مرة في عشرين الف جنيه يا رب يا يا ايام ماذا يعمل عشرين الف جنيه انا اعمل لي كاما يا دولة انت بتكلم نفسك بصوت عالي يا دولة ويفه لي دي يا اخي بتسيحلي طب وانت يا استاذ جعفر يعني معاك تيليفون مثلا الحاج سين سالم ده يعني اه لا معايا الكاتب بتاعه هو بص المؤاخزة العنوان هو والمحمولة هو هو جاب العدة بس لسا بجابش الخط يا رب يا يكرمك والله يا استاذ جعفر مش عارف جميل لك ده اود دولك فين مش عارف اود فين اود فين الجميل بتاعك ده اي خدمة اي خدمة طب استاذيناتوا انا عشان مستعجلاتوا يا خبر رب يا طب ما تخليكش اعمل جعفر لا لا مستعجلات حبيبي يا جعفر باشي مع عارف السلامة مع عارف السلامة مع عارف السلامة جعفر قالت سلامة دولة دولة ابوس ايدك ادولة خدني معاك ان كان بعدك شيء متقدر خدني معاك سلام عليكم حضرتك الحج سين سالم ان شاء الله مع عليكم السلامة اي وانا الحج سالم بيلزن خدمة حضرتك يعني احنا جايين قصدينك في خدمة بخصوص السفر ان شاء الله انا معرفش حاجة عن الكلام ده اه انا راجل ماشي في السليم وبعدين انا تارزي طلباتكم ايه بقى هه بدلة ولا افرول ولا حتى كرافات احنا عايزينك تزبط لنا ان شاء الله يعني فستين حلوين كده هو الاقتال يا باذن الله اه وان شاء الله بقى انا عايز الفيزة بتاعتي على شكل كرافات كده هو الله 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 جايين تقرجوا هنا ولا ايه انتم مين ومين اللي حدفكم علي هنا حضرتك يعني اللي حدفنا اللي هو كان اسمه ايه جعفر جعفر حضرتك اللي هو جعفر ابو لمعة اه اللي هو المعافل اهلا وسهلا بيش تقولوا كده من الصبح طلبين ايه طلبين باذن الله القربة لايطاليا ومناسبة اليورو ان شاء الله يلنا بقى نقرأ الفاتحة دول يلنا حيلك حيلك انت وهو انتم ايه فكرين المسألة كده سهلة اما ليه حضرتك لا لا بص اي طلبات انا تحت امرك يعني من جنيه لخمسمائة جنيه ايه خمسمائة جنيه ليه فاكر نفسك رايح الصومال شكلوه ايه انا حتوروني عرض كتافك انتم الاثنين حضرتك انا وعشان تارزة تقولنا عرض كتافك وطب شوف طلباتك ايه واحنا تحت امرك يعني اه المهنة في جواز الصفر مكتوبة ايه بالنسبة لانا مكتوب صاحب بازار وده ما عندوش جواز صفر اصلا يعني ولازمان يا دولة جواز الصفر ده هو يعني؟ ومال يعني التأشيرة حدخله فينا فصيح هو ممكن ياخد الخدمة بتاع التأشيرة على افاقة ودينه التأشيرة في كيس بلاستيك مثلا لا يا دولة كيس البلاستيك ده ممكن يضيع مننا انعارف نفسه يا بني ادم انت وهو فهموني ها فهموني المهنة في جواز الصفر متعدكم لازم تكون مكتوبة تاجر ادوات كهربائية خلاص حتى لو مطلوب ان يتكتب مثلا شاه بندر التجار بتاع الادوات الكهربائية لتحت امرك عادي يعني اه وانا ممكن اعمله يعني ايه مساعد شاه بندر التجار بتاع الادوات الكهربائية ودراعه اليمين اللي هو الفيشة اليمين يعني لا ايمين ولا شمال ولا ايده ولا رجله الكلام اللي اقوله هو اللي يتعاملوا خلاص خلاص زي ما سيتك تؤمر فيه حاجة تانية غير الجوازات ولا اي حاجة بعد ما تجهزوا الجوازات كل واحد فيكم يجيب خمس تلاف جنيه ايه خمس تلاف جنيه ماشى ماشى حاجسين سالم هنجيب لك الخمس تلاف جنيه عن كل باسور ونجيبهم لك علي هنا ايه يا فصيح مش علي هنا مال على فين عالسفارة سفارة ايه هتودينا فتاها ايه اقولك ايه بص اهو تتاصلوا بالرقم ده واول ما تقابلوا الراجل اللي في الرقم ده تتسلموه كل حاجة وده يطلع مين بقى الراجل ده مخبر؟ لا ده الراجل التاني الراجل التاني هو انتو معاكو رشق بازة برضو انا نفسي اشوف سامي يا جمال اخي خليك تحصالها اول ما تتاصلوا بالراجل ده ويقابلكم تقولوله كلمة السر ها اول ما تشوفوه هتقولوله ايه سالم هو بقى حيرد عليكم ويقول حش صاحبك عني ماشي ده سهلة قوي افتكرة معايا يا رمزة عشان منرش هناك ننسى سالم حش صاحبك عني يا جماعة انا خلاص بص قررت اضاح بنفسي علشانكم هتعمل ايه يعني هتلمي نفسك في النيل؟ بعد الشرف عليه أبني مبعافش يا عمي سناء طب.. أصدق يعني يعني هل نأمل تضحية بتاعتك دي إيه؟ اه قصد يعني يا حماتي. إننا قررت أساaseer إيطاليا وهووو.. تي فكرة جندة قوي يا أبي برافو عليك أخيراً حني لبس المستورة بقى ونشيفه دوم أوروبا بقة والمركات بقى ايه ده؟ أخيراً.. أخيراً هجيب الـ الظرفانات بتاعتي اللي هي ما بتبقاش مدروبة بقى من بعد وليه يا ابنة حتسافر وازاي؟ وانا يا بابي ما فكرتش فيها ما فكرتش ان انت حتسابني لوحدي من غير الرجل يعاويني وياحميني وما فكرتش في مشاعري وانت كمان يا ماما ما فكرتش في اللعب اللي هيجبها لي من برك؟ برافو عليك يا سمين هو ده الكلام يا رانيا انا بعمل ده كله عشان مين؟ ما عشان كنت يا ماما لعلمكم بقى ده في وقت شغال جزماجي بياخد هناك عشرين الفينيه فما بالكم بقى انا لو رحت هناك اخد قديه بقى ايه؟ يا دلعيبة هتروح تشتغل صراماتي يا عدل؟ صراماتي ايه يا ماما هو انا عدل ابو لمعة طب والبازار هتعمل فيه ايه يا ابي هتقفله؟ لا البازار ده حله سهله قوي فيه واحد تاجر اعرفه وممكن هيأجر البازار ده بخمسين في المية يعني غير كده بقى اعرف كويس قوي ان هو زمته أستك بس أستك نظيف ما شاء الله